وعشان نقفل ملف الكورة خالص لازم نقفله بالبنبوناية الواحد بعد ما بياكل لازم يحلي بيه حاجة حلوة ومعندناش حاجة حلوة ومعندناش احلى من محمد صلاح ولا احلى من جون محمد صلاح صمت كثيرا ثم انفجر في وجه كل المنتقدين وانا قلت لحضراتكم قبل كده صبرا قال ياسر قلت لكم اتقلوا الناس اللي خبطت في صلاح والناس اللي انتقدت صلاح والناس اللي زهلت من صلاح والناس اللي قالت صلاح ده ظاهرة وعدت والناس اللي قالت ده كان موسم كده استثنائي وفيه ناس كان قالك صلاح كان جايب مش عارف شيخ كان هو اللي بيعمل اعماله مش عارف ايه والشيخ سابه اي مكنافة بالطرشي وانا عمال اقول لكم يا جماعة ما يصحش اتقلوا ادعموا صلاح بس من غير ما تضغطوه من غير ما تقعدوا تتبالك يبدي ومش عارف ايه طبيعي اللي بيحصل محمد صلاح الحمد لله وعلى فكرة مش بس الجون اللي جابه مبارح اداءه قبل الجون محمد صلاح نجمل فريق مبارح بلا منازع التسعين ديئة هو اخطر لعيب في الملعب كل دقتين تلاتة رايح ناحية الجون بيشوت وبيرفع وثروهات وبيرقص وبيعمل كل حاجة باسم الله ما شاء الله ثم توج هذا المجهود الرائع بهدف عالمي عالمي في الديئة خمسين من المباراة يعني بعد خمس ست دايق من الشوت التاني مباراة هدف مقدرش اقول مارادوني ولا مساوي لان انا لا شفته من مارادونة ولا شفته من ميسي بشفتوش غير من ابو صلاح وهدف مش معودنا عليه ابو صلاح ابو صلاح معودنا ان هو من على البوز بتاع التمنتاشر ار تو عارفين الار تو بتاع البلاي ستيشن ار تو وبطن رجله ويحطها في البعيدة ما بتبقاش قوية بس الموزة دي بتخليها بعيدة عن اي حارس مارم حمد صلاح لأول مباراة بيطلع غل السنين ابو صلاح مباراة بيطلع غل السنين في الكرة وبوش رجله لسع واحدة في المقص خلت كيبا يحلق كيبا خلاص مش محتاج روح للحلاء لانه اتحلق لأول مباراة حلقة ما حصل كيبا ده هو حارس مارمات شيلسي وده بالمناسبة اغلى حارس في العالم 88 مليون يورو 80 مليون يورو وابو صلاح سرح له شعره لسع لسع مش متوقع وزي ما تريكا قال مبارح ده كان رد على بعض الجماهير من شيلسي العنصريين اللي كانوا من 3-4 ايام بينتقدوا صلاح وبيتهموا بانه بومبر بومبر يعني مفجر فمحمد ابو تريكا مبارح في تعليقه على الهدف قال بالفعل محمد صلاح مفجر ولكنه مفجر مرمى الخصوم لانه فجر مرمى تشيلسي مبارح بهدف اسطوري لدرجة ان المعلق الانجليزي سيبكو من يوسف سيف المعلق القطري كان مقايل شوية مبارح كان مفرج على المطش كان مقايل وبعدين قال لك الله يعني بعد الجنب دقيقتين ثلاثة لكن المعلق الانجليزي سرخ سرخة لما تجون جيه وقال لك بعد السرخة الفضيعة دي قال لك it's a goal beyond special beyond special يعني استثنائي beyond يعني فوق الاستثنائي هدف فوق الاستثنائي وهو تعبير عن انه هدف ما حصلش وخدوا بالكو الاهداف ما بتبقاش حلوة بس عشان شكلها او طريقتها او دخولها المرمى بالشكل ده الاهداف كمان بيتم الاهتمام بيها على حسب قيمة المباراة يعني لو بصلاح كان جاب الجن ده في ماتش عادي في ماتش ودي في ماتش بيلعب فيه فرقة من قاع الجدول في الانجليزي كان حيبقى جن حلو بس كان هيعدي لكن الماتشات الكبيرة زي ارسنال تشيلسي ليفر بول ارسنال مانشستر سيتي مانشستر رونيتن ماتشات اللي هي الدربيات القوية بالفرقة زي الاهل والزمالك يعني ممكن اللي عيب في الاهل يجيب جون في سرسنليان وجون عالمي وجون قال لي منه في الزمالك بس يشتهي بأكتر هي دي قيمة المباراة الكبيرة فالحمد لله ان ربنا اداله الجن ده في مباراة كبيرة زي دي علشان يتعذبوا النهار ده كل الصحف الرياضية بتتغنى بمحمد صلاح سواء بأداءه واعطوه رجل المباراة منوف دا ماتش او بالهدف العالمي اللي بيقول انه هو تستديد لمهارة صلاح وطبعا بهذا الهدف يتقاسم صلاح صدارة هداف الدوري الانجليزي مع سيرجيو اجويرو مهاجم نادي منشستر سيتي الاتنين عندهم 19 مباراة منشستر سيتي كسب كمان 3 واحد بس الحمد لله اجويرو ما سجلش اهداف وكان اجويرو 19 وابو صلاح 18 صلاح الثلاثي بعد 19 وساد يومني ماسك في الشور توميس سيفو جاب جون برضو بقى 18 بس في النهاية صلاح مين متصدر الهدفين ابو صلاح وربنا يا سهل انا عارف ان دعوات المصريين ما بتهزرش زي ما عملت مع ساسي عينيكو بقى على سيرجيو اجويرو وكده احنا محتاجين يريحوا اسبوعين 3 بس مش اكتر لا اكين خلاص الله ارحمه هادي كين الله ارحمه خلاص ادعوله لكن سيرجيو اجويرو محتاج بس اسبوعين 3 نزل البرد التوقف الكاحل اه بتاع اكيلس الصغيرة حاجات بسيطة كده صغيرة يعني انا عارف المصريين ما بيتوسطوش في الحاجات الحلوة دي مبروك يا ابو صلاح وشدة يا ابو صلاح وكلنا وراك يا ابو صلاح وسبحان الله يا اخي بتحس ان احنا مولودين ليفربول